السلام عليكم ورجعنا لكم مع عروض الكوينز يا ابطال ان شاء الله زي ما نزلنا لكم بلعبة مبارح كان عليها تلات تلاف كوينز ان شاء الله النهاردة عندنا لعبة جديدة بالف وتلتو بيت كوينز ان شاء الله هتكون اسهل من بتاعت مبارح وفي نفس الوقت هرشح لك لعبتين كمان تقدر ان انت تنزلهم ولكن كل ده بازن الله من الفايبر الجميل مش من زي ما احنا متعودين عشان خاطر نقدر ان احنا ننوع في العروض بتاعتنا فانزل لغبط اللايكة لعنى في دلوقات واشترك لو انت اومر تفرج علينا عشان هتستفاد بعروض قادمة كتير وسلسلات تطوير كتير وسلسلات في فو هتستمتع بالقناة بتاعتنا وبينينا ننطلق في الفيديو مع بعض طيب يا سيدي في البداية كده زي ما انت شايف دي الوجهة بتاعة عروض الكوينز طبعا العرض تشال من عندي من فوق مش عارف ليه الصراحة ولكن الى الان هو لسه موجود طب هتجيبه ازاي هتضغط على تلات شرط اللي فوق في الشمال دولت هتلاقي زي ما انت شايف القيمة دي هتختار منها كلمة مجانية زي ما انت شايف اهي مجانية هتضغط عليها هيدخلك على العروض الكوينز المجانية عن طريق عروض تجارية فبالتالي احنا كل اللي احنا محتاجينه ان هو نضغط على الفايبر اللي لونه اصفر ده ضغطة واحدة بس هيدخلك على العروض لو دخلت لقيت ان موجود كده زي ما انت شايف كل اللي عليك ان اللي انت بتستخدمه لو انت فتحه يعني مسلا لو دلوقتي انا رحت على الفي بي ان اللي انا بستخدمه اللي هو اسمه في بي ان عايفي انا متصل حاليا بنيويورك امريكا بولاية نيويورك لو لايت ان العروض مقفولة كده كل اللي عليك ان انت هتطلع من نيويورك تدخل على لوس انجلوس بحيس ان انت تغير او تنوع في الفي بي ان ممكن ما تختارش امريكا خالص وتختار المانيا وفبالتالي اعتلاقي ان العروض فتحت انا لسه محمل اللعبة حاليا يا دوبك حملتها بعدين طلعت ودخلت تاني لقيت ان العروض تشالت عادي جدا ما فيش اي مشكلة كل اللي عليك انك بتقلب او بتغير في اه الفي بي ان سيرفرات الفي بي ان نفسها وبازن الله تفتح معاك من غير اي مشكلة يا بطل قدامك تلتاشر ساعة بالزبط او اربعتاشر ساعة قول تلتاشر عبالي الفيديو ماينزل وتقدر ان انت تاخد عروض الكوينز قبل ما تخلص كل اللي علينا دلوقتي ان انا هدخل على الحالة عشان اوريك الالعاب اللي انا نزلتها زي ما انت شايف تلت العاب نزلتهم من الفايبر الاولى اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة وهي لعبة شهيرة جدا كل اللي عليك فيها انك توصل لليفل ستمية يعتبر واللعبة يعني اه الليفلات كبيرة كتيرة ولكن سهلة جدا جدا اما سيدي اللعبتين التانيين فاللعب عليها تسعة تلاف كوينز زي ما انت شايف كده لعبة بيقول لك اوصل فيها اه اه ارتفاع او نط لارتفاع خمس تلاف متر واللعبة برضا حوريها لكم اما اللعبة التالتة يسيدي فاللي رحنا هنلاقي عليها تمن تلاف وتلتمية كوينز لعبة سوليتيري اعتبر او لعبة كوتشينا زي ما بنقول بيقول لك اوصل ليفل خمسين عشان تاخد التمن تلاف كوينز فيها دول اللعبتين لو لديتهم قدامك وحابب تنزلهم مفيش اي مشكلة العاب بسيطة وسهلة جدا اما اللعبة اللي هنتكلم عليها النهاردة فهي اللعبة دي فكل اللي عليك ان انت فاتح الفي بي ان فوق زي ما انت شايف كده الفي بي ان شغاله مفيش اي مشكلة هتروح على متجر بليه هتحمل اللعبة وبعد ما تحمل اللعبة برضو وانت مشغل الفي بي ان هتفتح اللعبة وتبدأ تلعب طب اللعبة من جوة عاملة ازاي ده شغلي ودلوقتي يلا بينا نطير للعبة معها فدلوقتي يا سيدي اول ما تفتح اللعبة هتلاقي ان الوجهة على طول طلع لك كده بعد كده اللعبة هتفتح على طول من الوجهة زي ما انت شايف هيجيب لك بلاك سوبر بريكر زي ما انت شايف فيولك واكتم الصوت والنجمة دي والحاجات دي مناش ضع بيها كل العينة ان احنا هندغط على كلمة زي ما انت شايف انا لعبتي تلات جيام كنت حايف ان انا اكمل اول ميت دور ولكن قلت هطول عليكم جدا فبالتالي انا عايزكم تستفيدوا بالعرض طبعا اللعبة الشهيرة جدا اللي كلنا عارفينها اعتقد لعبة سهلة جدا جدا تقدروا ان انتو تخلصوها الميت دور او الستمائة دور مش هياخدوا منك مسلا يوم او يومين بالكتير ولكن في المقابل هتاخد انت الف وتلتمائة كوينز فبالتالي خلصنا الدور التالت وهكزا هي دي اللي فلات بتبقى صعبة دور بعد دور ولكن الصعوبة بتاعتها قريلة جدا في اعلانات كتيرة لو انت فاتح النت وعندك امكانية انك تلعب اللعبة اصلا بدون انترنت فاعتقد مفيش اسهل ولا اجمل من كده انك تلعب لعبة زي دي بدون نت ده شيء ممتع جدا كل اللي عليك انك بتفتح الفي بي ان بعد ما تفتح الفي بي ان يا سيدي هتقفل الواي فاي يعني انا دلوقتي انا فاتح الفي بي ان فوق اهوات كل اللي علي اني هقفل الواي فاي واكمل اللعبة عادي لو لك او حاجة كل اللي عليك انك هتطلع وتدخل اللعبة من جديد بس يعني ده كل اللي عليك ان انت تطلع وتدخل اللعبة من تاني. وزي ما انت شايف بطلة شالت الحركة بتاعة وتقدر ان انت تكمل لعبة بدون اعلانات على الاطلاق. وبس كده ده كان بالنسبة للعبة. طبعا الاعلانات ممكن تيجي يعني اعلانين تلاتة لحد اللعبة ما تقرأ ان النت فصل. وبس كده دي كانت اللعبة معنا النهاردة. وده كان الفيديو عن الف وتلتميت كوينز وترشيح لعبتين اللعبتين بسبعتاشر الف كوين. لعبة بتسعة تلاف. ولعبة بتمن تلاف كوينزي. يعتبر تقدر ان انت تستفاد بهم النهاردة بازن الله قبل العرض ما يخلص. قلولي اعملتوا ايه في التعليقات مين اللي خد بلوكة على الالعاب الشبهي. لان في الايرون سورس اخدت بلوكة على الالعاب كتيرة جدا. وكان السبب في فيبي ان كنت بستخدمه. فبالتالي الحمد لله تخطينا كل الكلام ده. ودلوقتي معنا الالعاب من الفايبر نقدر ان احنا نحملها. اتمنى انك تكون استفدت بالفيديو اتمنى انك تكون دعمتنا بلايك العنيف. اشترك في القناة لو انتوا ما رتفرج علينا عشان تستفاد بكل ما هو قادم بازن الله. شوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.